جميل أيضا سمعت يمكن بطاقة المكان عن ترتيب بعض قطع الأثاث في المنزل وخلينا نخص بذكر غرف النوم اليوم فيه ترتيب معين متعلق بباب الغرفة ويمكن الشباك لحتى نعرف كيف نوزع الأثاث في غرفة النوم لنحصل على أفضل نتائج في النوم أو خلينا نقول نام بعمق شديد كيف نستدل أو يمكن شو هي الأسرار البسيطة يمكن نعتمدها اليوم بغرفة النوم لحتى يمكن نعرف نام بعمق أين نضع راسية السرير وين نحط الخزانة وين نحط المرايا وين نحط بعض التفاصيل خصوص مثلا الرياح لك نعم نحكي فيها بداية مثل ما ذكرت حضرتك أنه ما تكون الباب مع الشباك باستقامة واحدة الباب والشباك النافذة والباب يكون على الاستقامة واحدة وبالتالي حتدخل للطاقة أو نحن نتخيلها مثل الرياح وتخرج في الضغري ما هيكون فيه فهذا الشيء ما بيكون جيد إذا نحن كنا بمرحلة التصميم معمالي طبعا هي الاستشارة ممكن أنا قدمها ويتكون نحن لسه بمرحلة تصميم معمالي ولسه البناء ما تم بينما إذا تم وموجود حاليا وموجود الإكساء وموجود الديكور ففي حلول أخرى ممكن نحن نطبقه وممكن مثلا نحط مثلا نبتة أو أي شيء بحيث يعيق الطاقة وما تخرج بسرعة ولا تدخل للمكان عندي وبعدين يعني يضل في طاقة بالمكان صح السرير مثلا المكان طبعه ما يكون عند الباب مباشرة لا يكون بمكان بحيث ما يكون الطاقة جايب سريعة وبنفس الوقت أنا وبالسرير كون أنا شايف الباب لحتى يكون في عندي راحة نفس الشيء مثلا المسند السرير ما يكون على نافذة فورا والنافذة مثلا مفتوحة فنفس الشيء حتكون الطاقة فورا حتنسحبك وتروح بشكل ما حيكون جيد أو ما حييعطي الوظيفة اللي أنا بدي إياها بغرفة النوم جميل موسيقى